عندما تذكر تايلاند، غالباً ما تتبادر إلى خيالك صور الشواطئ الرملية البيضاء، المياه الفيرزية الصافية، والجبال الخضراء، والأسواق الليلية الصاخبة، ومع ذلك، كما هو الحال مع أي وجهة سياحية شهيرة، هناك عيوب يمكن أن تؤثر على تجربة الزوار. في هذا الفيديو سنعرض أهم عيوب السياحة في تايلاند. واحد، الازدحام السياحية. تايلاند هي واحدة من أكثر الأجهات شعبية في العالم، مما يعني أن الأماكن الأكثر شهرة يمكن أن تصبح مزدحمة للغاية، خاصة خلال ذروة المواسم السياحية. الازدحام يمكن أن يقلل من جودة التجربة السياحية، حيث يصعب الاستمتاع بالمعالم والأصوات عندما تكون محاطاً بالسياح. اثنان، التأثير البيئي وإغلاق بعض المحميات والشواطئ. الزحام له تأثير بيئي كبير، بما في ذلك التلوث وتدهور الشواطئ والمناطق الطبيعية. في بعض الحالات عندما تذهب إلى تايلاند، تفاجأ بإغلاق المواقع الطبيعية الشهيرة أمام السياح، مما يمثل صدمة لمن يسافر لهذه الأماكن. فقد يتم إغلاق شاطئ شهير ويتم الاكتفاء بالتقاط الصور دون الاستمتاع بالسباحة فيه لعدة أشهر، مثل إغلاق مايا باي عدة مرات. لا تفوت مشاهدة باقي فيديوهات تايلاند والروابط في الوصف. ثلاثة، المخاوف الصحية. المسافرون إلى تايلاند قد يواجهون مخاطر صحية، مثل الأمراض المنقولة بوسطة الغذاء والماء، ولدغات الحشرات التي قد تنقل الأمراض مثل حم الضنك. الاحتياطات الصحية، مثل سؤال عن التطعيمات في بلدك قبل السفر، يجب أخذها واستخدام مواد طاردة للحشرات. أربعة، تحديات اللغة. على الرغم من أن الإنجليزية تستخدم في المناطق السياحية والفنادق، يجد الزوار صعوبة في التواصل خارج هذه المناطق. اللغة عائق في المناطق الريفية. خمسة، الأمان والاحتيال. مثل أي وجهة سياحية رئيسية، هناك مخاطر متعلقة بالأمان والاحتيال الذي يستهدف السياح. من المهم أن يظل الزوار يقضين وأن يكونوا على علم بالحيل الشائعة لتجنب الوقوع ضحية لها. وفي قناتنا فيديو عن طرق النصب في تايلاند. ستة، الرطوبة والحرارة. تايلاند لديها مناخ استوائي مع درجات حرارة عالية ومستويات رطوبة كبيرة طوال العام. مما قد يكون غير مريح للبعض. هذه الظروف تجعل الأنشطة الخارجية متعبة. سبعة، مشاكل النقل. التنقل داخل المدن الكبيرة مثل بانكوك به مشكلات بسبب الازدحام المروري الشديد. كما تكون وسائل النقل العام مزدحمة. وقد تكون اللغة عائقاً لفهم الجداول الزمانية والاتجاهات. ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك. ثمانية، التضخم في الأسعار. المناطق السياحية في تايلاند تشهد ارتفاعاً في الأسعار. مما يجعل الإقامة، الطعام والأنشطة أكثر تكلفة مما هي عليه في مناطق أقل شهرة. هذا يمكن أن يجعل من الصعب الالتزام بميزانية، خاصة للمسافرين الذين يبحثون عن تجربة اقتصادية. تسعة، الفجوة الثقافية. قد يواجه السياح تحديات ناتجة عن الفجوات الثقافية، بما في ذلك فهم العادات المحلية والإيتيكيت. على سبيل المثال، قواعد اللباس في الأماكن التاريخية والتقاليد المحلية. يمكن أن تكون مصدر توتر إذا لم يكن الزوار على علم بهذه العادات والتقاليد. عشرة، التجارب المصنعة. مع ازدياد شعبية تايلاند كوجهة سياحية، تزايدت أيضاً الأنشطة والتجارب المصنعة التي تهدف إلى جذب السياح، ولكن قد تفتقر إلى المصداقية، حيث تجد صوراً منتشرة على الإنترنت لبعض الأماكن، ولكنها ليست حقيقية. قد يجد الزوار صعوبة في معرفة الأنشطة والصور الحقيقية، وسط الكثير من العروض التي تم تصميمها خصيصاً للتسويق السياحي. رغم هذه العيوب، تايلاند لا تزال وجهة مذهلة تقدم تجارب لا تنسى للزوار. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.